اشتركوا في القناة والبداية مع فريق قلب واحد أثناء افتتاح دار ايتام في دولة قرغيزيا وهذه الدار تحتاج إلى 40 ألف دولار سنويا وهي تقدم التعليم وتحفيظ القرآن لسكان قرية يتجاوز عددهم 6 ألاف نسمة فلنتابع هذه دار ايتام لتحفيظ القرآن الكريم طبعا تم اخلاء الدار السبب الأول أن الدعم توقف قبل كان عندهم دعم بصير من سبتمبر لا نعمل من سبتمبر تقريبا أنهم لا يعملون ستة شهر ستة شهر الآن لا يعملون السبب في ذلك الدار المتهالكة وأيضا قضية التموين وعندهم أيضا تابع لهم مسجد فهما يقومون هنا في هذه الدار طبعا بتحفيظ القرآن الكريم ولي هؤلاء اليتامة واللغة العربية وما إلى ذلك نشاطات المركز قبل الإغلاق قبل الإغلاق واضح أنه ما شاء الله عدد طلاب عدد كافي هنا مبعد طعام طبعا في الربيع وأيضا عندنا في الصيف أربعة مرات نفعل هذه المخيمات للمحليين تقريبا مئة من البنات مئة من الأشبار يأتون ويتعلمون القرآن أول مرة يتعلمون لها الصلاة 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 لأول مرة أول مرة شوفوا الأجر العظيم يعني أنت عمت حق يتعلم الصلاة لأول مرة بسببك أنت أيها المتبرع أيها المتبرع يحفظ الفاتحة ويقرأها يوميا خمس مرات ويصلي ويتعلم الصلاة بفضلك أنت ويعلم أبناءه مشاهدين كرام نشاهد أيضا فريق قلب واحد وهو يقوم بافتتاح مشروع بيت للطالبات في إحدى المناطق القرغيزية فلنشاهد اليوم مشروع رائد مشروع مميز مشروع عميق الأثر بإذن الله تعالى من أفضل المشاريع الموجودة أثرا في هذا البلد الطيب المبارك بلد إخواننا في أقصى الشرق هذا المشروع هو بيت الطالبات سلام هذا بيت الطالبات الآن سنرى وما شاء الله السمعة سابقته كما يقولون بإذن الله وندخل ونرى شيئا هو مجوعة من الأخوات موجودة في بيت واحد يدرسنا في جامعات مختلفة يعلمون القيم وفي إدارة أربوية كاملة وفي برنامج خاص وفي مشرفات وفي كل هذا هذه أول خطوة كنوا أنت القدوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة عمل واحد هدف واحد إذن مشاهدنا الكرام للحديث حول مشروعات جماعية قطر الخيرية وتحديدا قلب واحد في قرغستان يسعدنا ليكون معنا في الاستوديو الزميل الأعلامي عقيل الجناحي أحد المشاركين في برنامج قلب واحد ألم بك معنا مجددا سيد عقيل حياكم الله بيدكم أشكركم على إتاحتنا تحت الفرصة الحديث في هذه المشاريع في غرغيزيا ويعني ترك مساحة لنا في هذا البرنامج هذا واجب نتجى هذه الأعمال الطيبة للحقيقة ودعني أتحدث معك مرة تحدثنا في المرة السابقة قبل أن نتحدث عن المشهدين أن من الواضح أن فكرة التعليم بأشكالها المختلفة كانت تأخذ منكم أولوية في قلب واحد في قرغستان هذا صحيح أولوية كبيرة جدا ويحافظون على المباني يعني كنا لما نذهب نشوف مدرسة صار لها مائة سنة لكن محافظين عليها لكن هي هشة من داخل لكن من الخارج تجد فيها اللوحات التعليمية والطلاء ولكنها يعني البنيان هش فدائما يهتمون بالتعليم بشكل كبير ودائما يعني أكثر شيء يطالبون فيه التعليم وثاني شيء موضوع المراكز الصحية والصحة يعني خدمات الصحية أيضا محتاجين لها بشكل كبير تعملوا إيه مع دار الأيتام المحتاجة 40 ألف دولار سنوية هذه بتغطى أنا متأكد أن تغطى ستغطى إن شاء الله أهل الخير في قطر الخير ومن يشاهد هذا البرنامج من المسلمين من أخواننا الأحباب يعني هذا يعتبر شيء بسيط انقدم مننا حتى كواجب تجاه أخواننا في قرغيزيا أنت في معلومة أن قرغيزيا هي آخر ما وصلت إليها الفتوحات الإسلامية أيام عثمان بالعفان إلى الحدود الصينية نحن رحنا وقالنا هذا آخر مكان وصلت إليها الفتوحات الإسلامية وفيها قبر الإمام السرخسي في نفس المكان يعني ففيها يعني من يعني إخوان نذيلا وليسهم أقل من أي شعب آخر أنا لاحظت حتى في بيت الطالبات أنكم لا تنتظرون فكرة التبرعات يعني أنتم بالفعل في قلب واحد قدمتم بعض الأشياء يعني مبدئيا من الناحية المبدئية بعض التبرعات يبدو منها غسلات أو أدوات كهربائية على الطول نحاول الأشياء اللي نقدر عليها نوفرها والأشياء الثانية نحن نتركها لإخواننا المشاهدين فكرة بيت الطالبات من أرواع الأفكار هناك أخوات يذهبنا إلى الجامعة ولكن أماكن سكنهم بعيد جدا عن المكان فيحتاجون إلى سكن خاص لهم لأن السكن كله مختلط هناك لا يوجد المبنى الوحيد الذي رأيناه سكن خاص للطالبات لكن هناك برنامج خاص وهناك مشرفات يهتمون بمسألة حتى يعلمونهم الصلاة بعضهم يكون عندهم جدول والله السنة خمسة صلوا من جديد وحفظوا القرآن ويهتمون بكل النواحي من ناحية مسألة إدارة الطالبات بشكل جدا مرتب اسمحني أنا مهتم بفكرة ماذا يحدث بعد عرض البناء أنت في المرات السابقة كنتم في اليمن في الحدود التركية السورية يعني عرضتم البرنامج للناس ما الذي يحدث بعد ذلك هل بالفعل تأتي تبرعات تغطي احتياجات قلب واحد في الدولة التي قمتم بزيارتها التبرعات نحن موقنون أن المسألة هذه فيها يعني تواصل مع الجمعية نفسها وآن صراحة فيه نقطة ودي أنا وصلها أن صراحة الأخوان اللي في الجمعيات الخيرية والإنسانية يعني عندهم يتعبون تعب من قطع النظير نحن نذهب تسعة أيام رحنا في هذا البرنامج تسعة أيام نرى البرد اللي كان فيه تحت الصفر ومجرد نحن رايحين وكل شيء موفر وسيارات آخر موديل وذهبنا إلى المكان فقط نصور ونقول كلمتين ونرجع وحسنا بتعب تسعة أيام حسنا شيء بطبيعي لكن كيف بالإخوان المسؤولين عن الجمعيات هذه ومن دوبيهم في مسألة إيجاد المستحق لهذا المشروع وأيضا إيجاد أفضل أسعار لبناء مسجد لبناء مدرسة لبناء أي أنت لو تبني بيت تشوف كم تتعب في المسألة هذه كيف لما تكون في دولة أنت ما تعرفها يعني تروح هناك وتحاول أن أنت توفر هذا الشيء فهم يعني يتعبون تعب كبير نحن بس من ندفع المبلغ وساكتين والحمد لله أنا دفعت وانتهى لكن العمل الكبير يكون على العاملين في الجمعيات الخيرية ويبدو أن العمل لا يتوقف على فكرة أعطاء أمور مادية لكن يتعدى إلى الوعي وإلى التعليم نعم ويهتمون في مسألة المشاريع المدرة للدخل يعني دائما تلاقي مكينة خياطة بقرة مع عجلها يعني دائما هذه الأمور من الأولى يعني بدل ما نعطيهم يعني مبلغ مجرد أنهم يمشون في الحال لمدة سنة أو عدة أشهر نعطيهم شيء مشروع معين يشتغلون عليه وإن شاء الله يغتاتون منه ويشغلون غيرهم بعدها نعم نعم يعني الحقيقة بودي أنا أسألك رحلتكم القادمة في قلب واحد إلى أين ستكون؟ والله أتمنى أم لم يحدد نحن رحلتنا في اليمن ورحلتنا في السودان ورحلتنا أيضا إلى الحبزة التركية السورية ورحلتنا إلى قرغيزية والله أتمنى في البلاد الأفريقية صراحة أتمنى أن تكون مثلا عند الرحلة في أي مكان محتاجين فعلا هناك كثير من أخواننا المسلمين هناك محتاجين إلى مديد العون نبي نوصل الصورة هذه لأخواننا وإن شاء الله ما بيقصرون في سد هذه المشاركة كيف تستقبلون في هذه الأماكن سيد عطل من خلال التقارب والله ذكرتني في السودان خصوصا نعم حتى في قرغيزية يعني كلهم يقفون بالأعلام وبالأناشيد وبالطعام وعندهم يعني انتظرون بالساعات حتى نأتيهم في السودان نفس الشيء يهللون ويكبرون الله أكبر ينتظروننا حتى يعني أن نعمل لهم شيء أن نحن نكون أول شيء أهم عندهم أهل كرم وأهل يعني يقومون على رغم من ضوائقهم ضوائقهم لكنهم جدا يعني يكونون مسرورين عندما نأتيهم خصوصا في بلاد مثل مثل قرغيزي هل أماكن نحن العرب ترى لنا لنا يعني شيء خاص في قلوبهم صحيح أنتم المؤبرون عن الإسلام أبناء الصحابة يقولون لنا هكذا فوجودنا ووصولنا إليهم يعني يعتبر شيء كبير وبشرى كبيرة بالنسبة لهم يعني وغض النظر عن مسألة مساعداتهم أو عدمها هم يتشرفون بنا فيجب أن نكون إن شاء الله قد هذا خصوصا نحن حتى تحدثنا سابقا عن فكرتكم الجديدة في أنكم تنقلون للمشاهد أو للمتبرع أي أن كان هذه البلدان عبر شاشات التلفاز يعني أنتم تشاركون الناس هذه الرحلة وهذه المشكلة هذا مفيد عقيم نكرة إعلامي يعني أكيد مفيد يعني مثلا التوصيل يعني أنت تعرف سمعت عن قرغيزي قبل ذلك يعني وصولنا وحتى لو سمعت عنها لا أعلم عنها شيء بالتأكيد وعلى أحد الناس صحيح وعلى أحد أهلهم صحيح وصفاتهم والقيم التي يعني يعني يتحلون بها وهكذا هذا يكون أنجع في فكرة التوصيل المسألة للناس وإحسسهم بالموضوع وفي فكرة ثانية دائما يعملونها بعض الجمعيات أنهم يهيئون قافلة تذهب إلى المكان قافل أنا وزوجتي وانت وزوجتي وعوائل يذهبون إلى المكان نفسه يعني نذهب مثلا إلى الحدود السورية التركية الحدود الأردنية التركية الدنيا السورية نذهب إلى هناك ونحن نصل إليهم ونسمع منهم ما يعانونه ونحن ندفع لهم في مكانهم يعني هذه بعد تكون لها لها وقع بعد أكثر في قلوبنا ونوصل هذه المعاناة للناس نحن عندنا طبعا أسر وعندنا ناس من أصدقائنا فنكون نحن رسل خير لتوصيل هذه المعاناة في بلادنا هل كان موجودك معهم كإعلامي لدعم هذه النقطة الجزء الإعلامي في الموضوع أم كمشارك فقط تنقل يعني التجريب كمشارك وأيضا نحن الآن دورنا في وسائل التواصل الاجتماعي في مسألة نحن ندعو الناس في التبرع لهذه المشاريع بحكم يعني عندنا مثلا متابعين مجموعة طيبة فإن شاء الله يكون هناك عن طريقنا إن شاء الله توصيل الخير إن شاء الله ونحن معكم طيلة هذا الشهر المبارك زميلي العزيز الإعلامي عقيل الجناح يا أحد المشاركين في برنامج قلب واحد أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شاهدين الكرام بالطبع شكرا موصول لكم في نهاية المسائية وبإذن الله سألقاكم غدا في مساية جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة